سهمت قبائل وسيناء بجهود كبيرة في النجاحات التي حققتها الدولة في حربها ضد الإرهاب حيث اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والأسكريتي في التصدي للعناصر الإرهابية كما لعبت قبائل وسيناء دورا أساسيا في عملية التنمية التي شملت مشروعات صناعية وزراعية وبنى تحتية فضلا عن أدوار إنسانية واجتماعية في إطار التنمية المستدامة في أعقاب صورة السلاسي من يونيو من عام 2013 شهدت مصر موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية في ربوع الجمهورية خاصة في شبه جزيرة سيناء وكان لأهالي أرض الفيروز نصيب الأسد من تلك الهجمات وهو ما دفع القبائل السينوية إلى الدخول على خط المواجهة جنبا إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب ضد العناصر التكفيرية وأعلنت عزمها على مشاركة الجهات المعنية في معركتي الإرهاب والتنمية التي شهدتها سيناء خلال العشر سنوات الماضية وخلال عمليتي حق الشهيد والعملية الشاملة في سيناء لعبت قبائل سيناء دورا رئيسيا في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة جهود أبناء وقبائل سيناء تضيف نقطة مضيئة إلى تاريخ نضالهم ضد كل من تسوي له نفسه الإضرار بأمن سيناء سواء كان محتلا أجنبيا أو إرهابيا يحمل السلاح ضد أبناء الوطن وعلى الرغم من أن اصطفاف قبائل سيناء إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية التي قادتها الدولة لمحاربة الإرهاب في سيناء وضعهم على الخطوط الأمامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وجعل أبناءهم ومشايخهم وزاويهم عرضة للاستهداف المباشر من العناصر التكفيرية إلا أن معين عطائهم لم ينضب مستمرين في تقديم أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها وبالتوازي مع محاربة الإرهاب لعبت قبائل سيناء دوراً أساسياً في عملية التنمية الشاملة من خلال شركتين أبناء سيناء ومصر سيناء والشركتين ساهمت في مشروعات صناعية وزراعية وبناء تحتية كما ساهمت في توسيع قناة السويس إضافة لأدوار إنسانية واكتماعية في إطار التنمية المستدامة وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً متزايداً بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية انطلق قطار التنمية في كافة المجالات حيث أعلن الرئيس السيسي في مطلع عام 2015 عن تخصيص عشرة مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء وطالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار والبناء بجانب الجهود الأمنية لملاحقة البؤر الإرهابية حجم التنمية على أرض الفيروز من مشاريع في قطاعات مختلفة يؤكد تقدير الدولة لدور قبائل سيناء كما أن القيادة السياسية وجهت بالاعتماد على أبناء هذه الرقعة الغالية تقديراً لما قدموه لأجل الوطن لتستمر حركة التطوير والتنمية على كل المستويات في محافظة شمال سيناء بفضل أهالينا هناك الذين كان لهم دور في إعادة الإعمار ودعم الجهود الحكومية في مواجهة التنظيمات التكفيرية التي هددت أمن واستقرار المحافظة